عقدت مؤسسة حياة كريمة اجتماعا مع عضاء هيئة الجايكا اليابانية لتنسيق تطوير مئة مدرسة في قرى حياة كريمة أوضحت المؤسسة أنه تمت مناقشة الآليات والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عن طريق اعتماد خطة زمنية للتطبيق وأخرى لتدريب المعلمين ومتطوع مؤسسة حياة كريمة مشيرة إلى أنه يجري فحص المرحلة الأولى من المدارس المقترحة لتطويرها للبدء في أقرب وقت ترجمة نانسي قنقر